تحب الرب إلهك ألاقة محبة شخص بيلتصق بشخص فبيقول تحب الرب إلهك أول حاجة من كل قلبك من كل قلبك ما يقصدش بها حتة اللحم اللي موجودة هنا القلب هو مركز المشاعر والإرادة فهنا يقصد بها بكل إرادتك إزاي؟ بمعنى أنه يكون هذا هو الاختيار الأول لي أن أحب الرب بالاختيار الأول بعطي المكانة الأولى في حياتي والمسيح يتكلم هذا الكلام بمنتهى الوضوح وعاوز يقول إذا كان فيه شخص آخر يشارك محبة الله في داخلي وله المكانة الأولى فالمسيح يأخذ بعضه ويمشي يعني بمعنى أنه ما يقبلش أن يكون رقم اثنين لأنه الله أعطى نفسه وبذل نفسه فحقه أن يكون هو رقم واحد الأولوية الأولى المكان الأولى يعني ما يعني مثل ما بتذكر الآية في سفر إشعياء أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيح للمنحتات فإحنا لما منعبد الرب عن طريق محبتنا ومعرفتنا ما فينا أنه نشارك هذا المحبة يعني نقول فيه أكتر من شخص أو أكتر من نبي أو أكتر من إله يعني الله لا يريد هذا الشيء تمام فإذا كنا بنكلم عن من كل الفكرة أو من كل الإرادة أول حاجة أن يكون هو له المكان الأولى ده أول أمر نلاقي المسيح يقول هذه الكلمات في إنجيل متى 10 عدد 37 يقول من أحب أبن أو أم أكثر مني فلا يستحقني من أحب ابن أو ابن أكثر مني فلا يستحقني المسيح هنا لا يحرض على الكراهية لكن يريد أن يقول أن محبة الإنسان له أولا له المكان الأولى ومن يبغد نفسه يعني تكلم حتى مش بس من لا يحب من يبغد تمام يعني بمعنى مش يبغد يعني يقرأ يعني عاوز يقول أنه محبتي لنفسي بالمقارنة بمحبتي لي قليلة خالص خالص لدرجة أنها بغضا الأمر الثاني هو أنه يبقى رغبة القلب وشحوة القلب تكون مشيئته هو اللي هو عايزه عشان كده يتكلم المسيح في الصلاة الربانية اللي علمنا إياها في إنجيل متى صح 6 عدد 19 يقول فصلوا أنتم هكذا أبان الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك لتكون مشيئتك أريد أن أفعل مشيئتك لأن مشيئتك هي أفضل شيء لي وفي نفس الوقت أريد أن أرضيك وأعيش ليك فلاك المكان الأولى وأيضا أريد مشيئتك لكن أقدم أقدم لي إن أنا أحيا لي أقدم لي الحياة اشتركوا في القناة